قبل الفاصل كنا مع رسالة الاخت ليلى اللي مخلفها تمانية وعمرها 49 سنة وجوزها اهرها وانا لبيته لبه جندا جدا لان انت قد تكون هذه السيدة سبب دخولك الجنة والله قد تكون هي دي سبب دخولك الجنة او العكس او العكس يعني الزوجة في الاسلام لها مكانة عالية جدا 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 فما تخسرش السواب اللي حتاخده ده انت الرسول عليه الصلاة والسلام قالك لو حطيت لقمة بق امراتك تاخد سواب تخيل انما بعثته لأتمم مكارم الاخلاق ما قالش علم الصلاة ولا الصوب بعثته ليه يا رسول الله لأتمم مكارم الاخلاق انت هتخش الجنة ممكن لكن مش هتقعد جنب الرسول مش هتقعد جنبه انا طبعا سمعت طرف واحد انا ما تتهميش اني مسمعش طرفين مش هتقعد جنب الرسول الرسول قال مين اللي حيقعد جنبي يوم القيامة هل تعلمونا من اقرب مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم اخلاق ما قالش اللي بيصلي كتير الذين يقلفون ويقلفون الناس بتحبوهم بيحبو الناس الموطئون اكنافا كتافهم نازلة مش عامل نفسه كبير دول التلاتة اللي حيقعدوا جنب الرسول طبعا عشان اقعد جنب الرسول لازم يكون الاول دخلت الجنة طبعا مش معقول ان انا فيها ثلاث صفات دول وما بصليش وحقود جنبه لا لانا بعد ما تمم كل الواجبات اللي عليها كمسلم هخش الجنة طب عايز اقعد جنب الرسول بقى واحد من ثلاثة احاسنكم اخلاقا يا عيد فاهم؟ هي بتقول بقى الغدة تضخمت اه وفي اه